المنقوشة خفيفة على المعادة و med التخمر الطويل المنقوشة المنقوشة مرحلة كثيرة عجينة المنقوشة رائعة جدا م... ومم.. صرب أردام أولا نضيف 380 غرام مية مية بحرارة الغرفة 18 غرام سكر نحرك السكر لندوبه طبعا السكر يعطي تراوي للعجين ويعطيها لشوية لون كمان خميري فورية نصف ملعة صغيرة او تلت تقريبا نحرك الخميري طبعا للدوب شوية 12 جرام ملح اخر شي 18 جرام زيت زيتون خلوط المكونات بعدا اخر شي منضيف فوق منن الدقيق انا عندي 570 جرام دقيق ابيض و 62 جرام دقيق امح كامل حتى يكون شوي في بعض الفائدة من الالياف ويعطي كذلك نكهة لطيفة نخلط لحديث ما تتكون عجينة بالشكل هيدا طبعا بدون عجن بس مجرد خلط نغطيها من اتركها ترتاح بالتلاجة 12 ساعة بالبرد ثاني يوم منطلعها شفتوا اثار التخمر منطلعها من رش سطح العمل بالدقيق ننزل العجينة من بين اثار التخمر علي واضح منطلع القطاع العجين كل واحدة 150 جرام منكورهم بهالشكل هيدا واحدة وردتانية زلزقة عيدانة منستخدم شوي دقيق منكمل طبعا هذا الموضوع لبقية العجين 150 جرام حديث ما يصاروا عندي هولي القطاع اللي هني عشرة برجع بعطيهم مرتين يعني بشدهم مرتين اكتر لانو ما تنسوا انو انا معجنت لذلك هيدا شوي مكملة للعجن هيك منغطيهم وتركهم لمدة نصف ساعة بعد نصف ساعة بناخد شقفة عجينة بنكمسها شوي لتصير قرص بعدين منمدة بالشوبك لتصير رقيقة بدناها رقيقة حتى تكون مناسبة للمنقوشة ما تكون كتير في عجين طريبا نوصلنا لهيدا الرق بكفي مرحزين كيف ممتازة جدا عم باخدها وبحطها على قماش كتين انا هون عندي قماش كتين ما بيلزق عليه العجين ممكن تستخدموا انتو خشب بدل قماش الكتين بعد ما خلصت كل العجائن بنقشهم وحدة وحدة هذا التنقش من هيك اسمها منقوشة منقشها حتى ما تنتفخ وتصير خبز اوكي بعدين بناخد كل قطع من هدول العجائن هالشكل اللي باع ايدينا بنحطها على مقلية محمية اوكي طبعا انا كبرتها كتير على حجم المقلية لازم يكون شوي اصغر للامانة لكن عرفتوش الفكرة اوكي على نار حامي جدا طبعا المقلية بعد ثلاثين ثانية منقلب العجين الى الميل الثاني ثلاثين ثانية ثانية كمان بعدين بناخدها ونحطها على جنب شوفوا يعني ما استويت على الاخير ما تحمرت كتير هيكي بكونوا كل العجائن انتهوا ناخد واحدة منهم و اذا حابين ممكن نجمد العجين على فكرة ونستخدمهم بأي وقت بس لا يسيحا من التلج انا هون فضلت حضر الفطور لأولادي فطلعت واحدة منهم طبعا الزعتر مشهور ببلاد الشام و المناقش الزعتر كمان ذلك الامر مشهورة منحطهم بفرن متل ما شايفين انا حميت الفرن معصنية و دورت الشوية عليه من فوق لذلك الحرارة من الاسفل و من الاعلى لكن قريبا للشوية اكتر بده تقريبا معا منقشت الزعتر حوالي ثلاثة دقايق مش اكتر من هيك بعد ثلاثة دقايق منطلعها بتكون نطجة نشوفوا من تحت كيف تمام صارت ممتازة نحطها عجنب و نقدمها سخنة طبعا هلأ الجبن كذلك الامر عملت نفس الشي بنفس بعجينة تانية جبني مع بقدونس لكن حمرتها اربعة دقايق وهدي هي المنقوشة بالتخمر الطويل صحة وهنا على قلبكم